اشتركوا في القناة وتعزيزها تعزيزا للعلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية قبرص الصديقة قام فخامة الرئيس نيكوس أنستاسيا ديس رئيس جمهورية قبرص بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين حيث عقد جلسة مباحثات مع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه في قصر الإكذيفية تم خلالها استعراض أوجه العلاقات الثنائية وفرص التعاون المشترك في مختلف القطاعات الحيوية وأكد جلالته خلال المباحثات أن زيارة الرئيس القبرصي للبلاد ستشكل انطلاقة جديدة ومهمة نحو تعزيز الشراكة الوثيقة في ظل ما يحظى به البلدان من فرص واعدة للاستثمار وتبادل الخبرات وخلال استقبال جلالة الملك المفدة للرئيس القبرصي وفي ظل ما يشهده البلدان من تقارب في الرؤى والأهداف تم التوقيع على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحامل جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون الاقتصادي والتقني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص هذا وشهد مجلس التنمية الاقتصادية زيارة لفخامة الرئيس القبرصي اطلع خلالها على عرض شامل تضمن تجربة مملكة البحرين التنموية وعمل مجلس التنمية الاقتصادية وما يقوم به من دور في الترويج للمملكة في مختلف الأسواق العالمية واستقطاب الاستثمارات المباشرة وفي جلسة مباحثات لوزيري خارجية البلدين تم بحث التطرق إلى التعاون الثنائي المستقبلي وسبل تطويره وتعزيزه في مختلف المجالات إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وعلى هامش زيارة الرئيس القبرصي لمملكة البحرين عقد عدد من وزراء البلدين اجتماعات ثنائية مثمرة في مجالات مختلفة منها التجارة والسياحة والنفط والأمن الغذائي وغيرها من المجالات التي ستشهد تعاونا وثيقا خلال المرحلة المقبلة من العلاقات زيارة فخامة الرئيس القبرصي إلى مملكة البحرين تؤكد انفتاح المملكة على العالم وحرصها الدائم على توطيط علاقاتها الدولية لتعزيز سبل التعاون الدولي بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن ترجمة نانسي قنقر